بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجبر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنيئة إلى فخامة الرئيس فليبي نيوسي رئيس جمهورية موزنبيق صديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لفخامته مفور الصحة والعافية ولجمهورية موزنبيق وشعبه صديقة كل التقدم والازدهار وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجبر الصباح حفظه الله ببرقية تهنيئة إلى فخامة الرئيس فليبي نيوسي رئيس جمهورية موزنبيق الصديقة ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته وفر الصحة والعافية كما بعث سمو شخص صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنيئة مماثلة